وجه مجلس رعاة المطرانية القدس الأسقفية رسالة خاصة بمثابة صرخة ضمير بخصوص الأوضاع الإنسانية العصيبة التي تلوم بالشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة ودعا رئيس الأساقفة الإنجليكاني في القدس المطران حسام نعوم مجلس رعاة المطرانية إلى عقد اجتماع يتركز على الصلاة والتأمل وما تواجهه الخدمة من تحديات في ظل الظروف التي يعيشها المؤمنون وذلك انطلاق من إيماننا المسيحي بأن الله قد كلل الإنسان بالمجد والبهاء وخلقه على صورته ومثاله ليعيش بكرامة دون تمييز أو تفرقة عرقية أو دينية كما رفع أعضاء المجلس الصلاة من أجل السلام الشامل المبني على الحق والعدل والمساواة ومن أجل وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب والصراعات وسفك الدماء حتى يصل إلى جميع بين البشر صوت الكنيسة وصوت المسيح الذي ينادي بالمحبة والتأخي بعيدا عن العنف والتعصب والانغلاق ورفض للآخر